موسيقى بموضوع السياسي ايضا موضوع التمديد لولاية مجلس النواب معالي الوزير علمة النهار انه الرئيس بيري تشاور بالامس مع الرئيس السانيورة والنائب جورج عدوان للتحضير لانطلاق عمل اللجنة السبعية بـ 17-22 الجاري لوضع تصور لاقتراح قانون انتخابي جديد خلال مهلة شهر واذا لم يبدت الامر سيستحضر القانون اللي تقدمت فيه الحكومة السابقة لعرضه على الهيئة العامة هل فينا نقول انه قد نكون بعد شهر امام قانون لم تسمح 5 سنين ونص بالقابل بالتوافق عليه ممكن هذا الامر؟ لكن كل شي ممكن بتبين النوية بالاجتماعيات اللجنة هلأ اللي بدأت تبلش بـ 17 الجاري؟ مستكمل لانا ببلش انا فكري اللجنة اجتمعت كتير واخدت بعض القرارات وليجان المشترك يصوتوا على المادة الاولى والمادة التانية من القانون المقترح وعلى زيادة عدد النواب وكتير راح لقدمتوا انا من شاء الأقليات وكذا تصوت عليه يعني بدأني اعتبره انه هيدا ضمن القانون مشان هيك اخدت الفرصة تحكي فيها بس بدك تشوفي بالنهاية لايك اذا كل فريق بمجلس بهالي جنة بدوا يدرس الانتخابات بمعنى انه انا راح يضل عندي نفس عدد النواب اما انا بدي زيد وممنوع نقص حسب الصندجات ما راح يوصلوا على نتيجة كل الفرقاء بهالمجال بفكروا من هذا المنطلق يعني لايك لايك نحنا معنا مشكلة اذا كتلة المستقبل بقانون بريح اكتر الناس اذا احنا منكون من 35 كنا 33 اما كنا 30 بركي شفت كيف نحنا بيهمنا انه بكل صراحة عم بحكيكي هوني بعرف عن شو عم بحكي نحنا بيهمنا انه فريق 14 قدر ينتصر الانتخابات ينتصر نعم مش كل فريق بقلب 14 قدر يسجل عالتاني انه كان عندي قبل كذا صار عندي كذا زائد اما كذا ناقص نحنا بيهمنا انه فريق 14 قدر بس عن شرط يكونوا فريق 14 قدر صوت البترك الراعي الرافض للتمديد اليوم الديار بتقول انه كلامه اتى بعد تنسيق مع الفاتيكان وبعد ما اكد السفير البابوي ان الفاتيكان يدعم صوت الكنيسة في لبنان بالامس ان حكى عن انه قد يقاطع البتريارك الراعي لنواب المسيحيين اللي صوتوا مع التمديد شو قصبت علاقة 14 قدر مع البترك الراعي هل فيها غيوم صوتها علاقة 14 قدر بالسياسة مع البترك الراعي راعي ما بحياته كان فيه اذا بدك علاقة طبيعية بالمعنى انه يا انه كلام البترك بياخد العقل و14 قدر ما فيش منهم يا انه هوده ما بيسوق ما بحياته كان فيه ما يسميها كنا يدرسها بالفرنساوي لجوست مزور يعني اذا بدك الاعتدال بين اتنين بهالعلاقة عطول يا علاقة عظيمة يا علاقة عاطلة جدا هلأ نحن بالنسبة لقلنا علاقتنا مع غبطة البترك بزند عم بحكي كطيار المستقبل بزند بيروما شفنا قديش قاعد هو والشيخ سعد الحريري وفريق امر والاثنين عطوا اصداق كتير ايجابية على الموضوع ان كان من جهة مصادر غبطة البترك وتصريحه اما ان كان تصريح الشيخ سعد والشيخ نادر ليش تبخرت مفاعلها وهنيك انحكى بالتمديد ده المجلس النيابي نعم على علمات شو كان موقف البتريارك رفض مبدئه بس بيتفهم بيتفهم ولكن خطابه باستراليا وبعده سقعوته الى لبنان يؤشر الى انه في شي مش ظابط يعني بفضاء العلاقة او بجوء العلاقة بينكم وبينهم بينه بين 14 نعم نعم الهيئة هيك بس للحقيقة تقلك شو مش ظابط هيدا بدك تسألي غبطة البترك واكيد مش انا حابسأله لو انا بالنسبة لقلي طول حياتي انا بقول رجال الدين ما يدخلوا بالسياسة طيب بس هالموقف للبترك ما بتعتقد انه بالشارع المسيحي بيلاقي تعاطف يعني هون نتذكر موقف البتريارك سفير يلي قيد يوما انه هو اللي ربحكن الاكترية بالانتخابات النيابية موقف البتريارك سفير من سلاح حزب الله موقف البترك سفير بالالفان وخمسة يعني تحكي موقف خمسة كان فيه موقف البترك يلي كان ماشي بس مع ثورة الارض حتى بالالفان وتسعة عشية الانتخابات كان له مواقف من سلاح حزب الله وغيرها لعبت لمصلحتكم يمكن بشكل غير مباشر ناكي اذا الناخب في لبنان ناطر انه غبطة البترك اما سمعت المفتي يقول انا ضدها السلاح انا فكري ما في حدا باللبنان مع السلاح عب بحكي كمواطنين بروحوا بفضلوا يونه السلاح المواطن اللبناني الفعلي بدوا انه سلاح يكون مع الجيش اللبناني مظبوط اذا اجا موقف من مرجع كبير حتى يدعم هالموقف بس ما بتأثر ما بتأثر هايدي على اذا بدك على نتائج انت خبات بتأثر شوي على الفرق اذا ربحنا بشوي اما ربحنا بكتير بس انتخابات ربحناها بقانون نحنا كنا ضده بالموضوع الرئاسي جاريت السفير اليوم حكيت عن همس عن فرص دولية وانتظار لموقف حزب الله ما المخيف؟ هذا المؤسف هذا المؤسف انه اليوم صفنا نحنا من شان نأمن انه يكون في رئيس جمهورية لازم هالاسم يجي من الخارج او التوفق يكون كان غير ذلك بالمرات السابقة؟ حسبي انه كان ذلك حسبي انه كان ذلك معناتها انه هذا صار عرف؟ انا بدي اسأل سؤال شو بيمنع؟ انه اوكي انا بدي كون واقعي ما بدي كون طوبة وفكر بها الامور لبنان متل ما قال مرة الله يواجه له الخال وزير غسان سلامة سألوه بالتليفزيون الفرنسي مرة شو الحل بلبنان؟ بآخر الحديث قالتب شو الحل؟ قالوا ناخد مقص ونعملوا جزيرة هيك يبطل عنده لا حدود مع سوريا ولا حدود مع اسرائيل بيرتاح لبنان ياريت فيها نعملها نحنا يتجزق من هالمنطقة ونحنا واقعيين ونمارس سياسة الواقعية الواقعية متفضلت وتحكي عم بتقولي انه انه رئيس جمهورية طول حياته فيه دور للخارج فيه بس لاش بده يكون فيه تعيين رئيس جمهورية ولاش ما فيه موافقة لا اسماء وليس لا اسم لاش انه ما فيه بالمواصفات اللي الوضع اليوم اليوم الوضع بده حساب التوافق رح تقوليني بكل طيف المرونية ما فيه لرجو الواحد توافق ما فيه اربعة خمس ستة عم ينحكى عن عدة اسماء اذا عم ينحكى عن عدة اسماء قدمه ترشيحهم وبرنامجهم متل ما عمله دكتور سامير جعجع اللي هو كمان لازم يكونوا موافق عليهم ومدرشوه وخلي المجلس النيابي بالقليلة يكون عنده هالفرصة انه يصوت لوحد بينهتهم وما يروع على المجلس النواب بس حتى يسقط ورقة معروفة قبل بوقت شو هي حتى يقوله صفيها ده مش انتخال يا تعيين بتسميته العماد عون السيد ناصر الله انا شخصيا بقول لبنان بدستوره هو نظامه ونظام ديمقراطي برلوماني شو معناتها في تصويت بالبرلومان مظبوط ما في تعيين نحنا عم نعين رئيس جمهورية برا ونحنا دورنا كنوة بنفوت لجوه نكتب القسم ونحطه ما عليش اذا اتفاق على عدة مرشحين نعم يصير اتفاق على اربعة خمسة ثلاثة اتنان بس يصور في انتقاب بين بلقيلة بين اتنان دورة اولة دورة تانية سنت السبعين وقت الانتخب المرحوم اسلامية فرنجية ضد المرحوم اليسر كيس على صوت ما الاثنان كان فيه توافق خارجي عليهم ومت ما بيقولوا عنا بسبق الخير ربح على منخار بس ربح وقام اليسر كيس راعا اسلامية فرنجية قال له مبروك طب ليش ما بتصير هيك معقول اليوم ترجع تصير هيك لازم تصير هيك امي ما بعرف انا ليش عندما سمى ضليته ورا حزب الله او ورا فريق ثماني قدار انه منو متبني ترشيح العماد عون وانه هنو ما بدو نيقل الامين العام لحزب الله باخر كلام لالو سميه هل تعتبر خدمه ام اطلق عليه رصاص للحزب نودك تشوف اذا هادي بالاتفاق مع جنرال عون بس اكيد انو شال عنو صفة المرشح التوافقي يلي هو جنرال عون كان يقول انا رحكون مرشح توافقي انو بين السعودية وايران اذا مذكري مجرد ما قال نحنا مرشحنا كفريق يعنى كحزب نعم هو رح نسميه بالاحرف الاولى هو ميشيل عون مم نزع عنو اسمعت ان شؤال الجمهور كله الله مصلي على محمد وقال محمد نزع عنو صفة التوافقية نعم وبالتالي صار مرشح فعلي لحزب الله 14 وممكن لا 8 قدار كله صار مرشح فعلي ومرشح رئيس بره وقت اللي بيرشحه الجنرال عون قال نحنا مرشحنا معروف رح نسميه اسمه ميشيل عون اوكي قال عماد ميشيل عون قال عماد ميشيل عون هو مرشح سماح للسيد حسن نصر يلي قبل ما كان السيد يقول انا فيه سميه لانه هلأ اني سميه يعني شال منه يعني بهالتسمية اذا هيدا قصده مش قصده ما بعرف بس بهالتسمية انشال عنو صفة التوافقية يلي كان الجنرال عون عم بترشح على اساسها نعم اوكي هلأ نية لازم ننزل على مجلس النيابة بتسعة عشر شهر طرما صار مرشح علني ميشيل عون نعم وبعده مرشح العنة نسم يرجع جع يرجع يصير فيه كل في نساب ونصوت اذا حدا منهم اخد خمسة وستين صوت بدنا نروح نقول له مبروك مين مكان يكون ان شاء الله يجي ميشيل عون رئيس جمهورية انا يلي ضده وصوت ضده بطلع بقول له مبروك فخمت الرئيس اخي ونحن بالمعارضة شو رح يصير 14 ادار بهالمجال قالت جريد المستقبل اليوم فاطمة حوحوا انه عندها مبادرة رئاسية ستفعلها وتضعها على نار حامية المبادرة هل يعني شو ابرز ما فيها بعدها يعني هو 14 ادار متمسكة بالدكتور جعجع ام في خطة به لا انا اكيد الدكتور جعجع المرشح الابرز ب14 ادار هو قال انه عنده خطة به نعم تتوقعي علينا بكرة بمقابلته هو قال انه اذا جنرال عون كمان بيقول انه شايف انه ما فيه يجيب 65 صوت ما فينا نخلي المجلس النيابة اللي قول بلد من دون رأس واسطين على عيد الاستقلال مش هيكون فيه استقلال السنة متل ما ما رأ عيد الجيش متل ما باع عيد الجيش والله العيب يا عمي والله بشرف يا عمي يا عمي والله عيب حتى ننطر انه يجي اسم يطلش بجنة دولتر رئيس فريد مكاري ما كان شايف انه فيه رئيس قبل اخر السنة عندك هيك نفس الرئيس رئيس فريد مكاري عنده علاقات سياسية بركب مع اللي هني عم يتفوضوا بهالامور اكتر مني يعني ما عندك هيك اعتقاد انه ممكن قبل نهاية العام تكون امام رئيس اعتقاد فيه شي بس انه معلومات ومعلومات لا اعتقاد انا عندي اعتقادة بس معلومات ما عندي واعتقادة اعتقادة اعتقادة ما حدا بيقدر يعرف امتين فيه رئيس جمهورية ممكن بكرة عبكرة يكون فيه رئيس جمهورية وممكن بعد 3-4 شهر ما يكون فيه رئيس جمهورية انا بقلك كل صراحة بناءا لتطورات الخارج عادة امه طالما حطه طالما فريق 8 ادار بـ 23 نيسان الـ 2014 اللي كانت الدعوة الى انتخاب رئيس جمهورية وحيث كان يوجد في هذه القاعة مئة واربعة وعشرين انا بيحكي نحاوس مئة واربعة وعشرين نائب واخد 58 صوت دكتور سامير جعجع كان على النواب يبقوا بالقاعة يكون فيه دورة تانية نشوف مين بياخد 65 صوت انسحاب النواب من كتلة الوفاء للمكاومة من الطيار الوطن الحر والبقين اللي سحبوه سيلوا الاستحقاك الرئاسة من داخل قاعة البرلمان يعني من داخل محل ما لازم يكون وحطوه برا وما رح يرجعوا يفوتوا على هالكاعة الا ما يكون عندهم اسم الرئيس بايدهم هالديمقراطية؟ هل بهالإطار تتجه الأنظار للحوار الأمريكي الإيراني؟ هل للبنان برأيك؟ هل الورقة صارت على طاولة التفاول؟ سترولا سترولا انا بيخدها بالعكس انا بيخدها بالعكس بيشرفك وكل عالم عم تسمعنا وكلام موجه للكل السياسي ولا الرؤسة ولا الكبار ولا مدري شو وحيض ربك مين كان إن كان فلانا مفليتان رئيس جمهورية باللبنان شو حيأثر على المفاوضات النووية؟ لا ممكن يعتبر مكسب أو تعويض بمكان شو رحيأثر على داعش؟ شو حيأثر على هالنصرة؟ على الإرهابيين؟ شو حيأثر؟ ما حيأثر بس بيبنان ليش هالشغلة إنه الرئيس الجمهورية في لبنان اليوم لازم يكون رمز للطمأنينة بس طمأنينة بالقليلة لأنه بصلاحيته اللي عنده يقع حاليا رئيس جمهورية بعد الطائف ما عنده صلاحيات الحكم العسكري أما الحكم الرئاسي اللي كان عنها كان عنها قبل الحكم الرئاسي حسب مهمته معالي الوزير إذا مهمته حل أزمة ممكن يكون تعويض لفئة لبناني رئيس جمهورية بدل يكون تعويض لك يا رولة رئيس جمهورية بدل يكون تعويض للأزمة شيء وإذا كانت إدارة الأزمة شيء آخر ما فيه رئيس جمهورية موجود بصلاحياته اليوم لا بيقدر يحل أزمة وبصلاحياته لا بيقدر يدير أزمة صلاحياته رئيس جمهورية معروفة بتدرسيها بصلاحيات رئيس جمهورية بالدستور اللبناني بأتي في الطائف رئيس جمهورية مظبوط انشاله صلاحيات كان عنده إياها ولكن صلاحيات اللي انشالت له بالطائف هي صلاحيات كان بيقدر يهدد باستعمالها بس ما بحياته استعمالها بحياته لا من 43 لسنة التسعين ولكن كان عنده هالصلاحيات بمعنى انه بقدر استعمالها اذا ما عملته هاي ما استعمل هلأ تقوليلي انا اليوم بعد الممارسة لازم يرجع له بعض الصلاحيات ايه لازم يرجع له بعض الصلاحيات بس مش تحت ضغط السلاح ولا تحت ضغط الشارع هيدا عرواء لازم تصير انا معي بس برجع بقلك مش طبيعي انا رئيس جمهورية بلبنان بدنا نقرر بالخارج اذا اتفقوا ب24 الشهر الشباب الطيبة عالطولة منشان الملف نوي والايراني انو ايه اوكي هيدا بناسب خلينا نجيب رئيس هيك على لبنان طب كيف ايدي تمشي برئيس مش مقتنع فيه بقسم شخص مش مقتنع فيه انا مشيت عدة مرات لسوق الحظ بامور مني مقتنع فيها وقتها مع الرئيس الشهيد رفيق الحريق واليوم نفس الشي يعني اضرب نهار بحياتي كان نهار المادات لأيميل لحول كان اضرب نهار لحد هلاني وقت واليوم ممكن تريد يعيد التاريخ نفسه وقت تفكر بهالنهار ب23 ب23 أيلول 2004 بكونوا بتخت بصير بعرق انو كيف من 10 سنين 11 سنين وصلنا لهون تفكر ايشو كان لنظام السوري وحولفاقه بلبنان شو كانوا عم بيعملوا وقتا احنا ما كنا حاسين اليوم اغتتغير الوضع انبعده النظام السوري ملايكته حاضرة ملايكته حاضرة اكيد بس اقل نظام الايراني ملايكته اكتر ما في شك بس انا بيعتبر انو الطريقة ممارسة اذا بدك الفريق يلي عم بيمثل اذا بدك المصالح الايرانية من المنطقة يلي هو حزب الله اذكب كتير من طريقة يلي كنوا السوريين يمارسوا السياسة فيها خلينا ننقل لموضوع تاني بعرف وقتك تاي وما رح تقدر ترفقنا لختام الحلقة الموضوع موضوع المخطوفين انا العشرة اذا بدك موضوع المخطوفين العسكر هيدا اهم شو موضوع نعم هيدا اهم موضوع رح نقشو مباشرة بعد التوقف مع فصل الاسير ونرجع لمتابعة الحلقة اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة